ماذا سيحدث في الموسم الجديد من مسلسل الطائر الرفراف؟ ما هي الأسماء التي لن تكون في المسلسلة التلفزيونية في الموسم الجديد؟ وما هي الشخصية التي تركت المسلسل؟ ماذا سيحدث لسيران في الموسم الجديد؟ أم ستموت سيران حقا؟ ما هي التفاصيل الصادمة التي فتتنا في نهاية الموسم؟ والمزيد حتى لا تفوت أي تفاصيل في هذا الفيديو أنصحكم بمشاهدة هذا الفيديو بعناية حتى النهاية انتهى مسلسل الطائر الرفرف بنهاية موسم جميل جدا وخاصة عودة أورهان للمسلسل والتي كانت الأولى في تاريخ المسلسل مفاجأة كبيرة للجميع عودة شخصية أورهان فرغم أنها فجأت الجمهور أولا ثم الشخصية في المسلسل إلا أن سقوط سيرا وإغماؤها في المشهد الأخير جعل الجميع يشعرون بالحزن الشديد حيث اجتمع فارد للتومع والده وتم إنقاذه من أعدائه لا أستطيع أن أكون أكثر سعادة بشأن هذا هذه المرة كان سيرا على وشك الموت حتى أنه سمع أن سيرا كانت مريضة منتهت القصة العديد من الأسماء في نهاية الموسم ومعظم هذه الأسماء لن تكون في الموسم الجديد بادي آدي بدأ سمعنا بالفعل أن ميززيد نفسها قتلت بما أن قصة شاموس قد انتهت وأعلن الممثل أيضا أنه ودع المسلسل على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي مما يعني أن شاموس وميززيد لن يشاركوا بالتأكيد في الموسم الجديد لا يمكن إرجاع العلاقة مع أسماء إلى الماضي مما يترك علامة استفهام في الاعتبار لأن طيار كان له علاقة مختلفة مع أسماء في الماضي وحتى هذه الرابطة بينهما كانت تخصصنا أيضا لكن لم يتم التطرق إلى هذه القضية ولهذا السبب لن تظهر شخصية طيار في الموسم الجديد ولكن أعتقد أن طيار قد يعود مرة أخرى حسب السيناريو في منتصف الموسم الثالث من المسلسل ولو لم يعود لكان قد ظهر لقد ودع الممثلون الذين لعبوا شخصية طارق وصفة المسلسل وأعلنوا أفعالهم على حسابتهم على وسائل التواصل الاجتماعي تماما مثل الممثل الذي لعب شخصية شاموس في الموسم الجديد لكن أعتقد أن شخصية طارق قد تظهر مرة أخرى في نهاية الموسم التالي لأنه محبوب أكثر قليلا إذا كنتم تتذكرون عاد طارق إلى المسلسل في هذا الموسم الأخير بعد الموسم الأول ولكن عندما عاد طارق قال إن جده سافت أغا قاد مات وإذا عاد طارق إلى المسلسل مرة أخرى في الموسم الثالث أعتقد أنه يمكن أن يقول إن شقيقه سافت قد مات هذه المرة وبالتالي قد يعود طارق إلى المسلسل بمفرده أخر مرة لفترة قصيرة كان من المثل للفضلما إذا كانت بيل ووالدتها زير سيتواجدان في الموسم الجديد وقد أعلنت بوسي بوسي كهرمان شخصيا عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي أن قصتها في المسلسل قد انتهت في نفس الوقت وقعت بوسي بوسي كهرمان التي تلعب شخصية بيلين اتفاقية مع مسلسل جديد للموسم الجديد ولهذا السبب لن تظهر شخصية بيلين في الموسم الجديد من مسلسل الطائر الرفرار ستذهب إلى لندن وتودع المسلسل وكانت ولدت بيلين زير موجودة في المسلسل بسبب السيناريو مع قادم والآن مع نهاية قصة بيلين وشهموس في المسلسل وأخيرا نهاية زير وقادم السيناريو أعتقد أن شخصية زير انتركت المسلسل أيضا ولن تكون في الموسم الجديد بخلاف الأسماء التي ذكرتها ستستمر في التواجد في الموسم الجديد من المسلسل